السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلبة الصف الثاني الإعدادي في درس جديد في مادة اللغة العربية للفصل الدراسي الأول ودرسنا اليوم في القواعد النحوية وهو بعنوان اللازم والمتعدي من الأفعال الفعل المتعدي إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أهدف الدرس التمييز بين الفعل اللازم والفعل المتعدي تحديد الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر توظيف الفعل اللازم والمتعدي في الإنتاج الكتابي تعلمت فيما سبق أن الجملة نوعان جملة إسمية وجملة فعلية وأن لكل جملة عنصرين أساسيين فالجملة الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر مثال العلم نور أما الجملة الفعلية فتتكون من الفعل والفاعل مثال طار العصفور أقرأ وألاحظ العمود ألف سافر الطيار نجح الطالب في الامتحان العمود باء زار السائح البحرين منح الله الإنسان العقل ألاحظ أن الجملة في العمود ألف لم تشتمل على مفعول به وإنما اكتفى كل فعل بفاعله فقط يسمى الفعل الذي يكتفي بالفاعل ولا يحتاج إلى مفعول به بالفعل اللازم العمود باء زار السائح البحرين منح الله الإنسان العقل ألاحظ أن الجملة في العمود باء لم تكتفي بالفاعل واحتاجت إلى مفعول به يسمى الفعل الذي لا يكتفي بالفاعل ويحتاج إلى مفعول به بالفعل المتعدي ومما سبق أستنتج أن الفعل اللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعول به أما الفعل المتعدي فهو الفعل الذي لا يكتفي بفاعله ويحتاج إلى مفعول به والآن إليكم هذا النشاط لكي نطبق ما تعلمناه أميز في الأمثلة الآتية الفعل اللازم من الفعل المتعدي وأعين المفعول به جلس الطالب على الكرسي كرم المدير الطالب المجتهد تشق السفينة مياه البحر تفتح الزهر لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا النشاط المترجم للإعجابة على صفحتنا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لذلك فالطالب هو مفعول به تشق السفينة مياه البحر تشق فعل متعد ومياه هو المفعول به تفتح الزهر تفتح فعل لازم لا يوجد مفعول به والآن أعزائي الطلبة بعد أن عرفنا ما هو الفعل اللازم والفعل المتعدي فإن هناك فعل متعد إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر سنتناوله بشيء من التفصيل أقرأ وألاحظ العمود ألف الجو معتدل السماء صافية البساتين خضراء ألاحظ أن الجمل في العمود ألف جمل اسمية تشتمل على مبتدأ وخبر الجو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة معتدل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة العمود باء ظننت الجو معتدلا حسب البحار السماء صافية خال الفلاح البساتين خضراء ألاحظ أن الجمل في العمود باء أصلها مبتدأ وخبر لكن عندما دخلت عليها الأفعال ظن وحسب وخال تحولت إلى جمل فعلية ما التغيير الذي أحدثته الأفعال ظن وحسب وخال نعم أصبح المبتدأ مفعولا به أول والخبر مفعولا به ثانيا على ماذا تدل هذه الأفعال تدل على معنى الظن وتسمى أفعال الظن نستنتج مما سبق أن الأفعال ظن وحسب وخال تدل على معنى الظن وتسمى أفعال الظن أفعال الظن تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أولا وتنصب الخبر فيعرب مفعولا به ثانيا والآن أعزائي الطلبة إليكم هذا النشاط لكي نطبق ما تعلمناه أولا أعرب ما تحته خط في الجمل الآتية واحد ظن الطالب النجاح سهلا 2- حسبت البحر هادئا لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة النشاط الثاني أدخل على كل جملة مما يأتي ما يناسبها من أفعال الظن الآتية ظن خال حسب وأضبط المفعولين بالشكل والجمل هي واحد حركة الزائرين دائمة في الأسواق اثنان السفن على الماء أعلام ثلاثة النخلة منارة لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا النشاط اشتركوا في القناة 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 اثنان خال البحار السفن على الماء أعلاما ثلاثة حسب المزارع النخلة منارة أقرأ وألاحظ العمود ألف العلم نافع الحق منتصر الصدق منجات شعب البحرين كريم ألاحظ أن الجمل في العمود ألف جمل اسمية تشتمل على مبتدأ وخبر العلم مبتدأ مرفوع وعلى ما ترفعه الضمة نافع خبر مرفوع وعلى ما ترفعه الضمة العمود باء وجدت العلم نافعا رأى الظالم الحق منتصرا ألف المؤمن الصدق منجاتا علمت شعب البحرين كريما ألاحظ أن الجمل في العمود باء أصلها مبتدأ وخبر لكن عندما دخلت عليها الأفعال وجد رأى ألف علمة تحولت إلى جمل فعلية ما التغيير الذي احدثته الأفعال وجد رأى ألف وعلم أصبح المبتدأ مفعولا به أول والخبر مفعولا به ثانيا على ماذا تدل هذه الأفعال تدل على اليقين وتسمى أفعال اليقين أستنتج مما سبق أن الأفعال وجد رأى ألف علمة تدل على معنى اليقين وتسمى أفعال اليقين أفعال اليقين تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أولا وتنصب الخبر فيعرب مفعولا به ثانيا والآن أعزائي الطلبة إليكم هذا النشاط لكي نطبق ما تعلمناه أضع خطا تحت المفعول به أول ودائرة حول المفعول به ثاني في الأمثلة الآتية واحد علمت الإبتسامة صدقة اثنان رأيت الجد سبيل التفوق ثلاثة وجد المسلم بر الوالدين فلاحا لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الجد مفعول به أول سبيل مفعول به ثان وجد المسلم بر الوالدين فلاحا بر مفعول به أول فلاحا مفعول به ثان النشاط الثاني أعبر عن كل معنى مما يأتي باستخدام فعل من أفعال اليقين رأى وعلم وأثبت مفعوليه بالشكل الجملتان واحد اقتران تحرك الظل بتحرك الشمس اثنان وجوب عيادة المريض لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا النشاط اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الظل بتحرك الشمس نستخدم فعل رأى رأيت تحرك الظل مقترنا بتحرك الشمس الجملة الثانية وجوب عيادة المريض عندما ندخل الفعل علم علمت عيادة المريض واجبة أقرأ وألاحظ العمود ألف الثلج ماء الكهف ملجأ للذئاب القرآن دستور حياتي ألاحظ أن الجمل في العمود ألف جمل اسمية تشتمل على مبتدأ وخبر الثلج مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة ماء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة العمود باء صيرت الشمس الثلج ماء اتخذت الذئاب الكهف ملجأ لها جعلت القرآن دستور حياتي ألاحظ أن الجمل في العمود باء أصلها مبتدأ وخبر لكن عندما دخلت عليها الأفعال صير اتخذ جعل تحولت إلى جمل فعلية ما التغير الذي أحدثته الأفعال صير اتخذ جعل أصبح المبتدأ مفعولا به أول والخبر مفعولا به ثانيا على ماذا تدل هذه الأفعال تدل على معنى التحويل وتسمى أفعال التحويل أستنتج من الأمثلة السابقة أن الأفعال صير رد اتخذ جعل تدل على معنى التحويل وتسمى أفعال التحويل أفعال التحويل تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويعرب مفعولا به أولا وتنصب الخبر فيعرب مفعولا به ثانيا أجيب على لسان من وجه إليه كل سؤال مما يأتي بجملة أستخدم فيها فعلا ينصب مفعوليني السؤال الأول يسأل الطبيب المريض كيف تجد هذه النظارات بعد أن جربتها؟ السؤال الثاني يسأل مدرس التربية الإسلامية طلابه من المرأة التي جعلها الله وابنها آية للعالمين لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أحسنتم أعزائي الطلبة فلنتأكد من الإجابة السؤال الأول يسأل الطبيب المريض كيف تجد هذه النظارات بعد أن جربتها؟ الإجابة أجد النظارات مريحة بعد أن جربتها السؤال الثاني يسأل مدرس التربية الإسلامية طلابه من المرأة التي جعلها الله وابنها آية للعالمين الإجابة جعل الله مريم ابنة عمران وابنها آية للعالمين النشاط الختامي أدخل على كل جملة مما يأتي ما يناسبها من أفعال الظن أو أفعال اليقين أو أفعال التحويل وأضبط المفعولين بالشكل 1- السراب ماء عند الظهيرة 2- العدل قائم في بلادنا 3- القمح دقيق لديكم من الوقت دقيقتان للإجابة على هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أحسنتم فلنتأكد من الإجابة 1- السراب ماء عند الظهيرة حسبت السراب ماء عند الظهيرة 2- العدل قائم في بلادنا علم المواطن العدل قائما في بلادنا 3- القمح دقيق 4- صير المصنع القمح دقيقا 5- وإلى هنا نكون قد انتهينا من درس اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وإلى أن نلقاكم في درس جديد نترككم في رعاية الله